نبدأ بتصريحات صالح بيع عبود المكلف بالإعلام على مستوى المنتخب الجزائري صالح بيع عبود قال اليوم للإداءة الجزائرية أن جمال بالماضي طالب بخوض اللقاء التحضيري الثاني أمام بولندي على الساعة الثالثة زوالا بدل من الساعة الثامنة ليلا من أجل معينة كيفية تفاعل لعبية الخضر مع تغير الظروف المناخية تعرف جيدا قد سعيد بأن اللقاء الثاني أمام بولندي كان مقررا على الساعة الثامنة قبل أن يحوله بالماضي للساعة الثالثة هو خطر حب مقابلة اللي حي لعبها ضد المقابلة الصعبة دينا محمد لما أعظم ضد البوركينا فاسو نحن لعبوا فات توقيت هذا نعم ضد لأحسن مفاعل ولكن عندي كلمة أنا نقول لك على التحضيرات يعني كل مدرب والفلسفة دياله كان مدربين اللي حبوا يمشيوا البلاد مجاورة كما المشاب الماضي للطوغو باش يتقلموا على المناخ تعاق ديبوار كان مدربين واحد داخلين يحبوا يروحوا بلد بارد وين باش يسمح له المدرب يخدم على اليقاء البدانية لأنه في المناطق الباردة اللعب ما يتعبش يعني يقدر يعمل بدنيا بوقت أطول المدرب يقدر يجبد منه وشعب عكس لما تروح تكون في بلاد سخونة وين تقدر تدير إلى ولكن المدرب القدير أباح سعدان كان يتعرض لانتقادات لاذعة عندما كان يحضر لكأس أمم إفريقيا في أوروبا يقولون له الأجواء غير متوازنة وهو كان يرد في ذلك الوقت ويقول بأنه فترة يومين أو ثلاثة يعني كافية من أجل ابتأقلهم وأنا أذهب للمناطق الباردة من أجل أن أعمل أكثر من الناحية البدنية لأنه اللعب لا يتعب في المناخ لا يحبش نرد تعيكون قاسي على هذه الناس باش نقول لك جاهلين محمد ما يعرفوهش هذا شيء نحن كنا مع سعدان ومعاروغوف كنا ندربوه ونحضروه في بلاد باردة باش نقدر نخدم اليقال بادانية تاعي ولما نمشي البلد في إفريقيا ما عشان نتعب كثير الناس كل واحد هو فلسفة تاعه ولكن وجدال الناخب الوطني لما غير توقيت المباراة نضنبلي هدايا يحسب عليه نقدرش تلعب مقابلة ودية الثمانية والمقابلة الرسمية تاعك على الزوج نضرب لهذا هي أصاب تصرف ذكي من جمال المحمد أكيد أكيد تصرف ذكي وتصرف منتظر محمد المشكلة لو أنه لم يقوم بهذا التصرف لأنه في نفس التوقيت ستلعب مباراة بولكي نافاس والتي أشاطر فيها رأيي مع قاسي السعيد التي ستكون ربما أصعب مباراة للمنتخب الوطني الجزائري ولو أني لا أريد أن أستصغر ولا منتخب في المجموعة يعني المنتخب الأنغولي منتخب لماذا هي الأصعب أمين؟ مباراة بولكي نافاسو لأنه بولكي نافاسو تذكر جيدا لما واجهناهم ذهابا وإيابا في تصفية كأس العالم الماضية كيف لعبوا أحسن مننا وكيف كانوا أحسن مننا في المبارتين مباراة لا تتشابه نعم أعرف أن المباراة لا تتشابه ودائما كلما واجهنا منتخب بوركي نافاسو إلا ووجدنا صعوبات كبيرة جدا لأنه منتخب أول سريع جدا ثانيا بدنيا قوي جدا طريقة لعب بوركي نافاسو دائما كانت طريقة بدنية وثالثا منتخب لا يهب منتخب يفتح اللاعب ويلعب الهجوم لذلك من الصعب جدا أن تواجه منتخبا مثل منتخب بوركي نافاسو المتواجدون بكثرة أيضا حوالي خمس ملايين نسمة في كوديفور من الشعب البركي نابي جالية البركي نابية من المؤكد أن الجماهية البركي نابية ستغزو ملاعب كل لقاءة التي سيشارك فيها المنتخب البركي نابي لذلك يرجى الحذر ثم الحذر ثم الحذر من النخبة الوطنية في هذا اللقاء على كل حال أنا متأكد أن الناخب الوطني جمال الماضي ذكي جدا ويعلم أنه عليه أن يسيل الكان مباراة بمباراة كل مباراة على حذر بما أنك قلت أن المباراة تختلف كذلك في الكان المباراة تختلف لنبدأ أمام أنغولا ثم سنكتشف كيف ستكون الأمور بعدها في المباراة المقبلة نعم صالح بيعبود تحدث أيضا عن قضية أمين غويري وقال علينا طي هذه الصفحة والتركيز مع المجموعة الحالية مدرب أمين غويري في ناديه الفرنسي إذن خرج عن صمته اليوم خلال المؤتمر الصحفي وتحدث عن هذه القضية استمعوا ما قال موسيقى 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 بشكل تام يجب أن نطوي ملف هذه القضية ولو أنه لا توجد ربما قضية أصلا نحن هنا في برنامج الفريق الدولي أتذكر يوم الاثنين الماضي يوم الاثنين الماضي سافر المنتخب الوطني الجزائري إلى اللومي وكانت هناك تصريحات نحن قررنا في برنامج الفريق الدولي أن لا نخذ أكثر في هذه القضية رغم أن البعض بدأ يتشعب فيها البعض يقول بأنه ربما غويري حس نفسه بأنه أصبح خيارا ثالثا بعد عمورة وشيبي على الجهة اليسرى ومع وجود بليلي البعض الآخر قال بأن هناك أمور حدثت في الخفاء يعني كل أدل بدلوه في هذه القضية أمين ولكن نحن هنا في هذا البرنامج قررنا أن نترك المنتخب الوطني الجزائري يعمل في هدوء بعيدا عن أي مزايدات أخرى قلناها سابقا محمد قبل العديد من الحصص قلنا الآن انتهى وقت النقد سواء السلبيا أو الإيجابي الآن يجب أن نقف وقفة رجل واحد وراء المنتخب الوطني الجزائري لأنه الآن لا فائدة ترجى من النقد لأنه قد دخلنا مرحلة الجد ولكن بخصوص مسألة غويري أعتقد أن الاتحادية الجزائرية تتحمل بعض المسؤولية في طريقة تعاملها مع القضية ومع خبر إصابة اللعب تخيل فقط لو أنه الناخب الوطني الجزائري جمال الماضي خلال ندوة الصحفية تحدث عن غويري قال أنه غويري جاء مصابا ونتمنى أن يشفى وأن يتعافى قبل انطلاق الكاد لما كانت حدثت كل هذه الشوشرة وهذه الضوضاء لما تترك الأمر سري ثم تتحدث عنه فجأة غادا تنقل النخبة الوطنية نحو أراضي الطوغولية لإجراء التربص الأول فهذا يفتح باب التكاهنات الآن مثل ما قلت علينا أن نغلق كل الأبواب التي من شأنها أن تزعزع استقرار المنتخب الوطني الجزائري في هذه الفترة الحساسة وعلينا أن نساند النخبة الوطنية ثم بعد كأس أمم إفريقيا سيكون لنا الكثير من الوقت من أجل التحليل والنقاش والنقد البناء محمد أنا بالنسبة لي ما كاش قضية واسمها أمين قويري أمين قويري ما نظنش باللي لعب لي يفرض على النخبة الوطني باش يكون أساسي كما الناس رأي تصطع في المياه العكرة وتكنب هذا الكلام هذا أمين قويري جمعها ملف طبي مينران أعطان ملف طبي للأطباء تعناق المنتخب الوطني بعد ما دلوا الكنتر الكسبرتيز صابوا هذا اللعب اللي مصاب وما يقدرش يكمل حتى كاسي في القياة عكس ما تكلمنا الأسبوع اللي فات على عطال وينقوط لك على عوار وينقوط لك عوار يقدر يلتحق بالمنتخب الوطني رغم الإصابة تعليزات يكتورها 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 عضلها ومقربة نعم وينقوط لك كيش رح يتضربه وكيف رح يكون على الأقل يكون يعني جهاز قد يجري بشكل مستقيم ويقدر يعمل من ناحية البدنية بشكل عادي من ناحية البدنية ومدتيك الإصابة رح أتبره له كالإمكانية باش تبره لا عمي محمد بهذه الطريقة بهذه المنطق حتى قويري غيابه لمبارتين ما نعرفوش نوعية الإصابة يا قويري لا إذا كان سيغيب مبارتين فقط مثل ما قال المدار قال مبارتين وربما أكثر أكثر أنا أنا أقول لك إذا غاب مبارتين فقط من الممكن أنه يلحق بالمبارات الثانية للمنتخب الوطني جزائري لو بقية في التربص قلت لك طريقة التعامل الاتحادية مع خبر إصابة قويري مع ملف إصابة قويري هو الذي فتح الأبواب على مصر عيها قساة فقط صح لك معلومة قويري لم يجلب ملفه الطبي وإنما قال للمدارب جمال بالماضي بأني أشعر بألام على مستوى الركبة من آخر مبارات لعبته يوم 20 ديسمبر في الدوري الفرنسي بعد ذلك الاتحاد الجزائري هو الذي طلب معلومات طبية من الطاقم الطبي لنادي إران وأيضا كلمة بيزارمو بشكل غريب هذه الكلمة التي أطلقها جمال بالماضي ربما زرعت أيضا بعض الشكوك بعض الشكوك ولكن اليوم تقارير الأطيبة دينا المداري له تحاليسة وفي هذا اللعب اليوم محمد واليوم تأكد بأنه مصاب هو المدرب تكلم المدربين تكلمون أنا مش المدربون أنا مش الأطيبة اليوم صراحة المحمد أمين قويري يحتاج المنتخب الوطني أو ما يحتاج المنتخب الوطني ويرفع القيمة دياله إذا ما كانش مصاب كان يلعب من كأس أفريقيا على الأقل تطلع القيمة أمين قويري في الدوري الفرنسي اليوم راح يضيع واحد من أكبر يعني نعم ودعنا نقول بأنه خيار يعني في الأول وفي الأخير غياب أمين قويري عن كأس أفريقيا فيه 50% طرار و50% خيار لماذا؟ لأنه اللاعب ربما سيشفى بعد فترة 15 اليوم ربما سنشاهده يلعب مع ناديران الفرنسي أثناء مباريات كأس أمم إفريقيا يعني بعدها لا يأتي قائل ويقول أمين قويري الآن يلعب كان بإمكانها أن يكون مع الخضر لكن ربما اللاعب ربما المدرب يفكرا بشكل مختلف أمين قويري ربما يرى نفسه غير قادر على تقديم أي إضافة للمنتخب الوطني الجزائري حتى لو شفية أثناء المنافسة يعني تبتعد 15 أو 20 يوم ثم تشفى أثناء المنافسة هذا لا يضمن لك أن تدخل مباشرة أساسيا في الفريق وتقدم إضافة كبيرة ربما لذلك فضل أن يرتاح حتى المدرب ميغامرش بهذه الطريقة يحتاج اللاعبين كلهم يحتاجهم تحت سيطارة ولذلك انتظر إلى آخر لحظة واستدعى بالناس